بيبدأ الفيلم مع كاترينا اللي بتشتغل يوتيوبر وبتنقل قد إيه حياة اليوتيوبرز صعبة موتية عيني وقصية خصوصاً بعد المليون سبسكرايبر وهي بما إنها فاشن بلاجر قد الدنيا فجالها دعوة من شركة جديدة بتاعت موضة وأزياء علشان تحضر اللي افتتاح بتاعهم وهي هنا طلع تعمل فيديو من اللي افتتاح وبتقول لهم فيه إنها موجودة بنفسها دلوقتي وبنشوف بعد كده كاترينا وهي رايحة لأختها روبرتا اللي راشق معها في الافتتاح بس روبرتا بتتدايق وبتقول لها انتي مش شايفاني بشقط يا بنتي بتقطعيني ليه دلوقتي فبتبص كاترينا على الشاب اللي روبرتا بتتكلم عنه وبتقول لها عادي مش مز قوي يعني أخره سبعة من عشرة انتي ما شفتيش دينه حبيبي ولا إيه وبيفضل هما اللي اتنين يتكلموا ويهزروا مع بعض وبيقطع كلامهم جيد ومدير التسويق في الشركة وبينادي على كاترينا وبيبدأ يقول الخطبة بتاعته وان الفرع الجديد ده هيكون فيه ستايلات حلوة ومناسبة لكل الأزواء وبيدعو كاترينا انها تختار طاقم على زقها علشان يكون هدية قدام المعزومين كلهم وفعلا بتختار كاترينا طاقم آخر شياكة وبتدي للمساعدة بتاعته جيدو اللي اسمها ساندرا علشان تسجله على السيستم لكنها بتفجأ وبتقوله ان السيستم واقع فقال لها السيستم ايه اللي واقع ده هو انا بكلم مدام سعادة اللي في الشهر العقاري مش وقت السيستم يعطل فيه خالص وحنا في الافتتاح اتصل بخبير الانترنت بسرعة وبنروح بقى الخبير الانترنت اللي اسمه فرناندو واللي عنده قناة على اليوتيوب برضو وبيعمل عليها فيديوهات جيمز وستريمينج للألعاب هو واثنين صحابه وهم باندا ولانشي لكنهم لسه في البداية وما عندهمش فالورز كتير واثناء ما كانوا قاعدين يسجلوا فيديو بيجي تليفون لفرناندو انه يجي على الشركة بسرعة علشان يصلح السيستم وعلى طول بيروح فرناندو عالشركة وفعلا بعد دقايق السيستم بيشتغل تاني وبتفضل ساندرا تشكر فيه وتقوله انه هو عبقاري واحسن حدي بيمسك الماوس في الشركة دي وبتقوله يجي الاسبوع اللي جاي علشان ياخد حسابه بعد ما يكون الافتتاح خلص والدنيا هي دي تخلص وبتشوفه كاترينا لأول مرة وبتستغرب قوي من لبسه وبتقولهم ليه دايما عبقرة الكمبيوتر بيبقى شكلهم غريب كده ولبسهم مش متناسق خالص وبعد ما بيمشي فرناندو بيجي تنين صحفيين علشان يعملوا لقاء مع كاترينا وبتكون كاترينا مبسوطة علشان الموضوع فيه شهرة ليها اكتر لكن وهي بتعمل اللقاء بيجي لها رسالة على الواتساب من اختها روبيرتا وبتقول لها فيها ان حبيبها دينه الواتي فضحها وباعت صور ليها وهي قاعدة فيها براحتها شوية لناس كتير على الواتساب ولفضيحة بقت بجلاجل وشخاليل لكن لحد دلوقتي الموضوع على الواتساب بس ولسه صور ما انتشارتش عن نت وطبعا الموضوع بيأثر في كاترينا وبتتصدم فيه وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي فبتفكر انها تروح لساندرا وتسألها على الولد بتاع الكمبيوتر والاختراق دا اللي كان لسه هنا وبتقولها ساندرا ان هو لسه ماشي حالا وممكن لو طلعت الشارع تلحقه وعلى طول بتجري كاترينا وبتلحق فرناندو وبتطلب منه المساعدة فلما بيلاحظ فرناندو ان يعنيها فيها حزن وعلشان هو جدع فبيقرر يساعدها وبيروحوا مع بعض على البيت عنده وبيجهز عدة الشغل وبيسألها عن اسم الشخص اللي خاد الصور دي فبتقوله دين هو او ادوارد تقريبا حاجة زي كده فبيستغرب وبيقول لها هو انت مش فاكر اسم الراجل اللي مرتابي طبيل يا مؤخزة فبتقوله يا اخويا هو انا مخي دفتر انا كده كده مسجله على الواتساب وهبعت لك رقمه وبتتحيل عليه علشان حياتها ما تتدمرش وانه يحاول يتصرف في الصور اللي الواتي ده نشرها وبيبدأ فرناندو يدور لحد ما بيلاقي الاتكاونت والداتا اللي هو محتاجها وبيعرف ان الصور راحت لستة اشخاص بس لحد دلوقتي وبيقول لها الاسامي بلبل وبيومي وباهر وبحسن بس جيمة اخر وبتحاول كاترينا انها تبعد وشه عن الصور عشان ما يشوفهاش فبيقول لها لأ يعني هي جات علي وبعدين انا لازم اشوف الصور ودق فيها كويس جدا عشان اقدر اتصرف هو انت مش واسقة فيه ولا ايه فبتقول له اوكي اوكي خلاص ما فيش مشكلة وبيكتشف فرناندو ان واحد من الستة دول بيبعط الصور لناس تانية فبيقدر انه يبعط له لينك على الواتساب وبيخترق الموبايل بتاعه وبيقدر يمسح الصور من على الجهاز نفسه وبيعمل كده مع الناس كلها مع عادة دينه اللي عنده مصدر الصور لانه مش عارف يعمل معاه حاجة علشان معاه ايفون وانه الصور دي لازم تتمسح من على الجهاز نفسه ومش هينفع من بعيد فبتقوله كاترينا انه هو لسه بنزل الصور على الانستجرام وهي عارفة هوفين دلوقتي وبتاخد فرناندو وبيروحه على الجيم اللي بيتضرر فيه دينه وبتقول لفرناندو يتصرف عادي علشان محدش يشك فيهم وبيدخل فرناندو يسأل واحد بيتمرن وبيقول له عش يا وحش بقولك ايه هوفين دينه علشان يمسحوا الصور بسرعة لكن بيظهر دينه واكتر من واحد من اللي موجودين في الجيم وبيدخانق مع فرناندو ان هو ماسك موبايله فبتتصرف كاترينا بسرعة وبتقول غيتونا يا ناس الراجل ده متحرش وصورني في وضع مخل وانا شريفة وشمعتي ايدا وانا كنت بروح له بيته علشان كنت فاكريه راجل محترم وطبعا الناس كلها بتبصله بصت اخي ده انت طلعت واتي وفي الوقت ده بيكون فرناندو قدر يمسح الصور وبتاخد كاترينا منه الموبايل وبترميه في الحوض وبتفتح عليه المية وعلشان تدايق دينه اكتر بتقوله ان فرناندو حبيبها الجديد وانه احسن منه وبتقوله ديولفني قدام الناس وفرناندو بيحس اللواء الله وانا ماليا لمبي بعدها بيروحوا يعودوا في مكان مع بعض وبيفضلوا يتكلموا شوية وبيتعرفوا على بعض اكتر وبيقولها فرناندو انه عنده خمسة الاف مشترك دلوقتي وده انجاز وهي بتقوله لا عادي انا اكتر منك بحاجة بسيطة يعني مفيش فرق كبير بيننا لكنها بتبصوله بس يلا يا شحتين يا مغمورين يعني وشوية وبتقوم كاترينا تمشي وبتشكر فرناندو على كل اللي عملوا معيها بس اللي بيحصل انها بتفضل تفكر فيه لما بترجع البيت وبتفضل تدور على الاكاونت بتاعه على السوشال ميديا وبيكون واضح انها معجبة بي وبعد اسبوع بيروح فرناندو عالشركة علشان ياخد حسابه زي ما ساندرا قالت له وبتسأله ساندرا هي كاترينا كانت بتدور عليك ليه يوم اللي افتتاح بس هو ما بيرضاش يريحها وبيقولها انها فعلا كانت عايزاني في حاجة وخلاص الحاجة دي خلصت فبتقول له ساندرا ان كده كده كاترينا جاي الشركة دلوقتي فبيبان على فرناندو التوتر لحد ما بتوصل كاترينا فعلا وبتسلم عليه وبتقوله ان المرة اللي فاتت كانت مستعجلة ومعرفتش تشكره كويس وبتعزمه على الغدى علشان تشكره على اللي عمله معاها لكنها بتفتكر ان عندها اعلان بالليل ومش هتكون موجودة فبتقوله خلاص نخليها يوم السبت بس هو بيقولها ان يوم السبت عنده عيد ميلاد بنده صاحبه وشريكه في القناة ومش هيعرف يبقى موجود وانه كان نفسه يعزمها على عيد الميلاد ده بس للأسف كل اليوتيوبرز اللي موجودين مش هيكونوا من مستواها والحفلة مش هتبقى جامدة زي ما هي متوقعة لكنها بتفجأ وبتقوله انها ما عندهاش مشكلة تروح الحفلة دي من باب التغيير يعني وبتوافق على العزومة وفعلا بتروح تلبس وبتتزوق وبتعزم اختها روبرتا تيجي معاها وروبرتا التينكا بتكون رفضة الفكرة وشايفة ان الناس دي مش في نفس المستوى بتاعهم والحفلة هتكون وحشة وانها ازاي تروح لواحدة عنده خمس تلاف فولورز بس وتقلل من نفسها كده لكن كاترينا بتقنعها وبتقولها ان هم هيروحوا من باب التغيير وفعلا بتوافق وبتروح معها وبيقابلوا فرناندو على باب الحفلة هو وباندا ولانشي اصحابه شركاءه في القناة وبتعرف كاترينا انها حفلة تنكرية لكنها بترفض تلبس اللبس اللي جايبه لها فرناندو وبتقوله انها مش هتلبس لبس المهزئين اللي هم لابسينه ده وانها انفلوانسر ولو حد صورها هتبقى فضيحة وبيوافق فرناندو بيخليها تدخل باللبس العادي وبيفضل باندا يحاول يقرب من روبيرتا لكنها مش معبرة طبعا وشوية في الحفلة بتندمج كاترينا وبتروح تغير خدومها وبتلبس لبس المهزئين عادي جدا وبتفضل تعطف وتلطف مع فرناندو وبيقولها بقولك انت لازم تيجي معايا البيت دلوقتي علشان تفعلي زر الجرس وتعملي سبسكرايب حالا بس لازم تعملي كده من لابتوب بتاعي تحديدا يعني وفعلا بتروح معاه البيت وبيحصل ما بينهم تعطيف وتلطيف لكن مامة فرناندو بتدخل عليهم وبتعتذر ليهم انها قطعتهم بتقولهم لأ سوريا ولاد احرقتكو يعني انا اسفة فبتحس كاترينا بالاحراج وبتقول لفرناندو انا حاسة ان انا محرجة جدا فبيفضل يعتذر لها لكنها بتقوله لا انت فهمت غلط انا قصد ان المرة الجاية تعالي انت بقى في بيتي علشان هدي اكتر المهم فعلا بيعيشوا مع بعض وبتبقى الحياة ما بينهم تبات ونبات وزبازي في الخلاط وبتفكر كاترينا انها تساعد فرناندو وبتقوله ان في صديق لها اسمه فالب بيدي كرصاتي ازاي تطور القناة بتاعتك وتزود الفولورز وده هيكون مفيد لو هو رحله وفعلا بيوافق فرناندو وبيعود مع فالب اللي بيكون مستغرب منه ومن ستايله انه ازاي قدر يوقع كاترينا ويخليها تحبه وبيقوله انه لازم يستغل علاقته بكاترينا في انه يزود عدد المتابعين بتوعه لان الناس عايزة تعرف اكتر عن الشخص اللي وقع كاترينا المشهورة بس بقولك ايه مش معنى كده ان انت تعمل تحدي اكلر بس اندويتشات شاورمان توهي انا بقولك اهو لأ انا اقصد ان انتو يعني تعملوا حفلة باسمها وهي تعزم المشاهير بتوع السوشال ميديا وتخليهم يتعرفوا عليك وبكده هتتشهر وتكسر الدنيا ولما بيرجع فرناندو وبيقول لكاترينا بتعجب بالفكرة وبتقوله انها مستعدة تعمل اي حاجة علشان حبيبها وقرة عينها يبقى مشهور وناجح وبتوافق على موضوع الحفلة وبتقوله نعملها هنا في البيت وفعلا بيعملوا الحفلة وبيعزموا كل اليوتيوبرز المشهورين وبيكون صحاف رناندو هما كمان موجودين وطبعا لانهم يوتيوبرز صغيرين فمش مصدقين انهما وسط المشاهير دول كلهم وبيتصرف بانده صاحبه بطريقة عشوائية وبيتصور وبينزل صورته عن نت وبيعمل منشل اللي متصور معاه وبيحط لوكيشن البيت ولما بتعرف كاترينا بتتدايق لان المعجبين هيملوا البيت ويدمروه وبتروح تتخانق مع فرناندو علشان صاحبه اللي بوز الدنيا وشوية وبينه الحفلة وبيحصل ما بينهم مشكلة لكن كاترينا بروح الست الأقصيلة العقلة اللي بتحافظ على بيتها بتروح تصالح فرناندو بتعتذرله وفرناندو بيقبل وبيعدل يوم على كده وتاني يوم الصبح بيصحى فرناندو من النوم وبيصور كاترينا وهي لسه نايمة وبينزل الصورة عن نت وبعد ما تصحى بتكون لسه مش عارفة أي حاجة عن الصورة للنزل الدين وبتروح تفتر مع فرناندو وبيقضوا يومهم عادي وبعدها بيقول لها انه عنده اجتماع مهم مع فليب وجايب له ناس تدعم القناة بفلوس لكن لما بيروح فرناندو الاجتماع بيبوز الدنيا وبيقول لهم ده أنا معجب بمنتجاتكم من زمان وطول عمري بحب شركة بلو جام جدا بس الناس في الاجتماع بيتصدموا وبيبوزوا البعض لان بلو جام دي الشركة المنافسة ليهم وهم اسموهم بلو باري وبكده طبعا الاجتماع بيبوز وفليب بيتخانق مع فرناندو وبيقوله ان دي كانت فرصة مهمة وانت ضيعتها بتطبيلك اللي مش فيه محله ده اساسا ولما بيرجع للبيت بيلاقي كاترينا قعدة ومصدرها البوز المتين ولما بيسألها مالك ما بترداش تقوله أو بتقوله انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك وفيه حاجة تتحسه ما تتقلش وبعد 23 محاولة مالك بتقوله اخيرا على الصورة اللي نزلت وانتشرت وبتقوله انا كان شكلي وحش جدا مش هان عليك حتى تحط لي فلتر الجمل الحزين عجبك الناس تقولي طب ده ابو كاترين فين كاترين ده غير باقي التعليقات السلبية اللي جاتلي وده حيدر شغلي ومستقبلي وانت ما عندكش اي احساس بالمسئولية ان انت تنزل صورة زي دي من غير ما تقولي وفرناندو بيكون شايف انه بيهزر معاها وما كانش قصده يحصل كل ده وبيفضل يحاول يصلح اللي حصل لكنها ما بترداش تتصالح فبيقولها ان هما ممكن يخرجوا بالليل يروحوا السينيما او يتمشوا على كبري الساحل ويسقيها حلبسة لكنها بتقوله لا اروح لوحدك بقى ويبقى خلي الانستجرام ينفعك وبتقوله ان عندها حفلة بالليل وان جيدو مدير تسويق شركة الازياء عزمها بنفسه فبيقولها يروح معاها بس هي بتصامم انها تروح لوحدها من غيره وده بيأثر فيه جدا وبيزعله وبالليل بتتشايك كاترينا وبتروح الحفلة وفرناندو بيقرأ ان المرء بيتعفى بأصدقاؤه فبيروح يقعد مع لانشي وبند لكنه بيكون مدايق وعمال يفكر وبيمسك موبايله وبيشوف صور كاترينا منتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي وبيشوفها متصورة مع جيدو وكلام سخيف مكتوب على الصورة فبيقرر ان هو يروح الحفلة علشان يشوف اللي بيحصل دا وهو نايم على ودانه وفعلا بيروحها الحفلة وبيشوف ان بعيد كاترينا وقفة مع جيدو وعمالين يهزروا ويضحكوا مع بعض فبيتدايق وبيروح يتخانق معاها وهي بتحاول تلم الموضوع قدام الناس وبتقوله يمشوا من هنا بسرعة وفي الطريق هي اللي بتتخانق معاه وبتقوله انت تتجننت ولا ايه دهاني اقضي دا جيدو عارف يعني ايه جيدو وهو بيقولها ايه ويعني مش فاهم في ايه فبتعرفوا ان اللي بينها وبين جيدو شغل بس ولان اهم من الشغل تصبيت الشغل فهي كانت بتظبط الشغل يعني مش اكتر وبتقوله ان هو بقى شخص يشكك بالنسبة لها وما بقاش الشخص اللي حبته زمان وانها ما بقتش مبسوطة معاه وعايزة تعيش لوحدها من النهاردة وكل واحد فيهم يروح لحاله وطبعا مفيش فيلم بيفضل حلوة على طول فبنشوف شويك نكد وبتفضل تي عايط وبيحسوا بالندم هما الاتنين بعد كده ان كل واحد ضايع التاني من ايده والاخبار بتنتشر على الانترنت والموضوع بيتعرف من الناس كلها وبيفضل فرناندو يلعب على القناة بتاعته لكنه بيكون متغير عن الاول وبقى عصبي ومش عارف ينساها اما كاترينا فبتقعد معاها اختها روبرتا علشان تخرجها من المود اللي هي فيه وبتقولها انها لازم تركز في حياتها وتبص المستقبلها وان فرناندو من البداية كان باين ان هو مش الشخص المناسب ليها وانها لازم تبدأ تشتغل زي الاول واول شغلها هيبقى مع جيدو اللي طالب منها تروح الشركة علشان تعمل اعلانات وفعلا بتروح كاترينا وبتقابل جيدو وبيكون مبسوط بالشغل معاها لكن واضح ان جيدو شخص ملزق ومطلعش هاني ولا حاجة واعمال يقرم منها ويعطف ويلطف معاها علشان عايز يوقعها وبيتلم منها ان هما يتقابلوا بالليل علشان يتعشوا مع بعض فكاترينا بتقول موافقة وبتمشي بعد كده لكن وهي ماشية بيوقفها اتنين موظفين يتصوروا معاها وبعد ما بيتصوروا بتفتكر كاترينا انها ناسية تليفونها بيشحن جوا في مكتب جيدو فبتدخل المكتب وبتلاقي المكتب فاضي وبتنزر على الارض علشان تشيله من الشاحن لحد ما بيدخل جيدو الواطشي وبيبقوا مش شايفين كاترينا لانها على الارض والمكتب مداريها وبيفضل جيدو يقول كلام وحش على كاترينا وانه بيستغل لها بس علشان هي مشهورة وان خروجة بالليل دي بعد ما يخلصوا المطعم هيخدها ويطلع على شاقته ويصورها وهم مع بعض ويبتزها بعد كده وهي بتكون سامعة كل اللي بيتقال ده لكنها مش بتنطق بولا كلمة من الصدمة اللي هو ايه جماعة في ايه هو محدش بيتصور وبيبتز غيري ليه وبنروح لفرناندو اللي هو كمان بدأ يفوق من الصدمة ومركز في حياته ومستقبله وقدر فالب انه يوصله بشركة تانية تدعم القناة بتاعته لكن المرة دي فرناندو تعلم الدرس وقدر يقنعهم انه هما يدفعوا له فلوس مقابل انه يعلن عن المنتجات بتاعتهم في فيديوهاته وبيروح علشان يعرف باندا ولانتي وبيكونوا مش مصدقين انه هما اخيرا هيكونوا نكحين ومشهير وفي الوقت ده بتعمل كاترينا فيديو في الوقت اللي جيده مستنيها في المطعم وبتقول انه ضيعت ناس من ايديها كانت بتحبهم وان الواحد لازم يمسك في الشخص اللي بيحبه وبيكون سعيد معاه وبيحس معاه انه مش على الارض وبتفضل تتكلم عن السعادة والواحد يعبر عن نفسه ازاي والفيديو بيمتشر في كل حتة وبيكون واضح عليها الحزن والزعل فبيبعت لها فرناندو فيديو لكنها ما بتفتحوش اصلا اوه بعدها بتدخل اختها روبيرتا الصيعة وبتقولها انها نزلت أبليكيشن تعارف وكتبت مواصفاتها والمواصفات اللي هي عايزاها والأبليكيشن رشح لها حد وهي رايحة دلوقتي علشان تقابله ومش عايزة تروح لوحدها وبتطلب من كاترينا انها هتيجي معاها وبعد محيالات كتير بتوافق كاترينا وبتروح معاها ولما بتوصل المطعم وبتكون مستنيه الشخص ده ييجي بيظهر فرناندو وباندا صاحبه وبيكون باندا هو الشخص اللي الأبليكيشن رشحه وبيكون فاكر انها هي الشخص اللي باندا جاي يقابله لكنها بتقوله انه جاي يقابل أختها روبرتا ولما بتبص عليهم بتلاقيهم مندمجين مع بعض هي وباندا فبتقول لفرناندو انها كده بقت متطمنة على أختها خلاص فبيقول لها فرناندو مش هنرجع ولا إيه فبتقوله انها عايزة تبعد ومش مستعدة ترتبط بحد تاني دلوقتي وعايزة تسافر ميلان علشان تدرس هناك وتحقق أزاتها فبيقول لها فرناندو على الفيديو اللي بعته لها وبيطلم منها انها تشوفه لكنها بتسيبه وتمشي ولما بتخرج برة بتفتح الفيديو وبتلاقي ان فرناندو بيحكي حكاية حبهم مع بعض وعامل القصة كلها رسوم وتحركة علشان عارف ان البنات بتتأثر بالكارتون أكتر يعني وفعلا كاترين بتتأثر بالفيديو وبيجي لها فرناندو مرة تانية وبيقول لها انا كنت واثق انك هتشوف الفيديو وانا عايز لما تروحي ميلان تدريسي أكون موجود معاكي علشان أساعدك وعلشان كمان أكون مع الست اللي بحبها واللي بتخليني دايما سعيد فطبعا بعد الكلمتين دول بتوافق كاترينة أخيرا وبيرجعوا البعض تاني والفيلم بيخلص والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بها من ام الموال البنبي المساخسخ ده لو زعلت حبيبتك وعد صليحة كده بطريقة عادية لأ احنا مش هنرضى بقى أقل من كاترينة اللي فرناندو وعمل لها فيلم كارتول لقصة حبهم اصرف كده وكلف أنا بقولك اهو شكراً يا فاندو لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك